السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد حبيبي الجزء الثاني بتاعنا من درس تعاون الحي بيقول ايه شعر أهل الحي بالامتنان للدولة التي سعت لإقامة هذا المشروع ولإحساسهم بالمسؤولية ذهبوا إلى المكان الذي ستبنى به المدرسة وعرضوا على القائمين عليه أن يشاركوا في بعض الأعمال أو يتكفلوا بتوفير بعض الأدوات يعني ايه بقى ده؟ زي ما احنا قلنا في الجزء الأول أن تلاميذ الحي كان المدرسة بتاعتهم بعيدة جدا عن الحي بتاعهم زي ما قلنا كانوا بيسكنوا في أطراف المدينة وكانت المدرسة بيروحوا لها في رحلة شاقة ومتعبة وقلنا كمان أن الدولة والمسؤولين لما عرفوا بالموضوع ده قررت الدولة أن هم ايه؟ يبنوا لهم مدرسة في الحي بتاعهم علشان تكون قريبة منهم لما ده حصل والدولة قررت بناء المدرسة لتلاميذ الحي بيقولي شعراء أهل الحي بالامتنان للدولة يعني ايه حبيبي بالامتنان؟ معنى الامتنان الشكر معنى الامتنان الشكر يعني ايه؟ يعني أهل الحي بقوا حسين أن هم عايزين يشكروا مين؟ المسؤولين دول اللي سعوا لبناء المدرسة لتلاميذ الحي يبقى معنى الامتنان الشكر طب لما يقولي مداد الامتنان معناها الشكر إنه لما حد بيعملي حاجة بشكره صح كده؟ عكسها بقى الجحود عكسها الجحود يعني ايه الجحود؟ يعني حد يكون بيعملي حاجة كويسة والمفروض إن أنا أشكره وأنا أخب منه الحاجة اللي عملها لدي ومشكرهوش ومقولهوش شكرا ده كده بسميه جحود إن أنا مشكرش الشخص اللي عملي حاجة كويسة ده بسميه جحود يبقى الامتنان معناها الشكر ومضدها الجحود تمام وإحنا عارفين إن شعر يعني أحسة تمام يبقى شعر أهل الحي بالامتنان للدولة التي سعت لإقامة هذا المشروع إيه هو المشروع ده؟ تمام بناء المدرسة لتلاميذ الحي برافو عليكو حبيبي ويبقى معنى إقامة إنشاء معنى إقامة إنشاء تمام بيقولي بقى أول إحساسهم بالمسؤولية مين هم دول؟ أهل الحي علشان حاسين إن هم كمان مسؤولين عن بناء المدرسة دي مع المسؤولين في الدولة عملوا إيه بقى لإحساسهم بالمسؤولية ذهبوا إلى المكان الذي ستبنى به المدرسة كلهم مع بعض أهل الحي راحوا للمكان اللي الدولة هتبنى لهم المدرسة فيه وعرضوا على القائمين عليه يعني عرضوا على المسؤولين دول أن يشاركوا في بعض الأعمال لأن هم يشاركوهم في بعض الأعمال علشان يبنوا معاهم إيه؟ المدرسة أو يتكفلوا بتوفير بعض الأدوات يعني إما يساعدوهم إما يتكفلوا معناها يتحملوا معناها يتكفلوا يتحملوا يتحملوا إيه بقى؟ توفير بعض الأدوات إن هم يوفروا لهم الأدوات اللي هم هيحتاجوها في بناء المدرسة زي ما احنا شايفين في الصورة كده إن أهل الحي كل واحد راح جاب أداة معينة ممكن تساعد المسؤولين في بناء المدرسة يبقى دلوقتي لما يقول لي لماذا شعر أهل الحي بالإمتنان للدولة؟ ليه كانوا عايزين يشكروهم؟ ها؟ قلنا لأن الدولة قررت إيه؟ تمام؟ لأن الدولة قررت بناء مدرسة لتلاميذ الحي طب لما يقول لي ماذا عرضا أهل الحي على القائمين في الدولة؟ أو على القائمين على بناء المشروع؟ عرضوا عليهم إيه؟ زي ما قلنا دلوقتي عرضوا على القائمين أن يشاركوا في بعض الأعمال أو يتكفلوا بتوفير بعض الأدوات بعد كده بيقول لي وفي وقت قصير انشأت المدرسة بفضل جهود الدولة ومشاركة أبناء الحي وظهرت في أحسن صورة وذاع صيتها بين الأحياء المجاورة وأصبح الجميع فخورين بمدرستهم ووطنهم يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول لي أن المدرسة انشأت في وقت قصير في وقت قليل جدا كانت المدرسة خلاص اتبنت طيب إيه اللي خليها ما أخدتش وقت معاهم واتبنت في وقت قصير بيقول لي بفضل جهود الدولة ومشاركة أبناء الحي علشان الجهود اللي الدولة عملتها في بناء المدرسة وكمان إن أبناء الحي شرقوهم في أعمال البناء وكانوا بيوفروا لهم الأدوات اللي كانوا محتاجنها ده خل المدرسة تتبني في وقت قصير يبقى لما يقول لي لماذا أنشأت المدرسة في وقت قصير هقول بفضل جهود الدولة ومشاركة أبناء الحي بعد كده بيقول لي وظهرت في أحسن صورة يعني بعد ما اتبنت بقت شكلها حلو جدا وجميل جدا وظهرت في أحسن صورة وذاعة صيتوها بين الأحياء المجاورة يعني إيه حبيبي ذاعة صيتوها؟ يعني اشتهرت يبقى ذاعة صيتوها يعني اشتهرت يعني اشتهرت؟ يعني بقت مشهورة ومعروفة بين الأحياء المجاورة الأحياء اللي جنبهم اللي جنب الحي بتاعهم بقوا معارفين أن الحي دوت بقى في مدرسة جديدة يبقى ذاعة صيتوها معناها اشتهرت وأصبح الجميع فخورين بمدرستهم ووطنهم جميع أهل الحي بقوا فخورين وصعداء ومبسوطين بالمدرسة بتاعتهم وكمان فخورين بوطنهم مصر لأن طبعا الدولة بتاعتهم زي ما قلنا أول ما عرفت أن عندهم مشكلة على طول حولت أن هي تحل المشكلة دي وتبنلهم المدرسة اللي هم محتاجينها في الحي بتاعهم تمام يبقى كده دي نهاية كده الجزء الثاني من الدرس بتاعنا طب لو قال لي مفرد جهود حقول جهد تمام ومفرد أبناء ابن ومفرد الأحياء الحي طيب مفرد فخورين فخور تمام طب لو قال لي جمع وطن أوطان جمع مدرسة مدارس جمع الحي الأحياء وزي ما قلنا النموضات قصير طويل تمامي حبيبي طب دلوقتي لو قال لي استخرج من الفقرة لو عندي الفقرة دي قدامي وقال لي استخرج منها حرف جر ركزوا معايا بقى كده احنا عارفين ان حروف الجر ها تمانية تمام كل حرفي جر كلام من إلى عن على في البق والكاف واللام وقلنا البق والكاف واللام شبكين في الكلام صح كده قلنا من إلى عن على في الخمس حروف جر دول بسميهم حروف جر المنفصلة يعني ايه حبيبي من منفصلة يعني بتبقى واقفة لوحدها من الشبكة في الكلمة اللي وراها وقلنا على البق والكاف واللام شبكين في الكلام يعني ما ينفعش احط الحرف لوحده لازم اشبكه في الكلمة اللي بعدي طب لو عندي الفقرة دي وقال لي استخرج حرف جر ها عندي اول الصد في يبقى ده كده حرف جر منفصل اهو افل وحده طيب عندي ايه كمان بص كده هلاقي كلمة بفضل بفضل بعرف منين بقى حرف الجر المتصل ده هل هو فعلا حرف جر ولا ده حرفه اصلي في الكلمة اللي عرفني ان انا اشيله من الكلمة واشوف الكلمة لسه سريمة ولا ولا لأ يعني لو شلت الباق دلوقتي من كلمة بفضل هتبقى الكلمة ايه فضل صح كده الكلمة فيها حاجة غلط لأ الكلمة سريمة زي ما هي يبقى هنا حرف الباق ده حرف جر يبقى الباق ده حرف ايه حرف جر لكن لو شلت الباق من اول الكلمة وحاسيت ان الكلمة معايا بازت ومبقيتش سليمة يبقى الباق دي مش حرف جر وده حرف اصلي فين في الكلمة تمام ده اللي يعرفني اذا كان الحرف المتصل ده سواء الباق او الكاف او اللام اصلي في الكلمة ولا هو حرف جر تمام كده عندي كمان حرف الباق في كلمة بمدرستهم برضو لو شلت الباق هتبقى مدرستهم الكلمة سليمة مفاش اي حاجة يبقى الباق هنا حرف جر لو قال لي استخرج همزة متطرفة ركزوا معي حبيبي يعني ايه كلمة متطرفة يعني همزة في اخر الكلمة يبقى يا اما حيقول لي استخرج همزة اخر الكلمة يا اما حيقول لي استخرج همزة متطرفة هي كده اسمها متطرفة يعني نسيبها ايه على الحرف في الاخر خالص فين بقى الكلمة اللي عندي فيها همزة متطرفة عندي في اول سطر تمام برافو عليكم كلمة ابناء ابناء اهو الكلمة اخرها همزة على السطر هي دي الهمزة المتطرفة وكمان عندي كلمة الأحياء يبقى دي بسميها همزة متطرفة لو قال لي استخلق حرف عطف احنا عارفين ان حروف العطف اربعة ايه هم الواو والفا وثم وقاو صح كده طيب قلت برضو ثم وقاو هم اللي بيبقوا مكتوبين لوحدهم والواو يبقوا الواو وثم وقاو بيكونوا مكتوبين لوحدهم مين عندي اللي بتشبك في الكلمة في حروف العطف هي الفا بتبقى شبكة في الكلمة اللي وراها وبردو قلت عشان اعرف الفا ده حرف عطف ولا لأ بشيله من الكلمة وشوف الكلمة لو فضلت سليمة يبقى ده حرف عطف الكلمة لو ما بقتش سليمة يبقى ده ايه حرف أصلي في الكلمة ومش حرف عطف يلا ندور كده على حروف عطف عندي اول استطر خالص و و يبقى الواق اهو حرف عطف عندي كمان ها بص كده حد حيقول يا ميز فيه كلمة فخورين أهي أولها فاء طيب أنا لسه إيه دلوقتي هي فعلا الفاء بتبقى شركها في أول الكلمة فاء بتاعت حرف العطف بس أنا لسه إيه عشان أعرف أن هي حرف عطف بنعمل إيه يا حبيبي ها بشيلها واشوف الكلمة سليمة ولا مش سليمة لو شيلت الفاء من كلمة فخورين هتبقى خورين إيه خورين دي هل عطتني نفس معنى كلمة فخورين لأ هنا الكلمة هي بوظب مني ما بقيتش سليمة زي الكلمة الأصلية يبقى أنا هنا لما شيلت الفاء الكلمة ما بقيتش سليمة يبقى مش حقدر أقول إن الفاء دي حرف إيه حرف عطف لأ الفاء هنا حرف أصلي في الكلمة مش حرف عطفي يبقى أنا حرف العطف اللي عندي في القطعة هو بس حرف حرف الو تمام يا حبيبي يلا نشوف بقى مع بعض جدول المرادف والمضاد والمفرد والجمع أول حاجة حبيبي معينا مع بعض الكلمة ومرادفها معنى الإمتنان زي ما قلنا وإحنا بنشرح الشكر يبقى معنى الإمتنان الشكر معنى إقامة إنشاء معنى يتكفلوا يتحملوا معنى ذاعة صيتها اشتهرت معنى ذاعة صيتها اشتهرت تاني حاجة عندنا الكلمة ومضادها لسه إليني حبيبي إن الإمتنان قلنا معناها الشكر مضادها زي ما قلنا وإحنا بنشرح الجحود يعني حد يكون عملي حاجة المفروض أشكره لأ إن أنا أاخد الحاجة اللي عملها لدي ومشكرهوش كأنه ما عمليش حاجة خالص لأ لابقى لازم إن إحنا نشكر أي حد يكون بيعملنا أي حاجة يبقى مضاد الامتنان الجحود مضاد الامتنان الجحود ومضاد توفير إهدار مضاد توفير إهدار مضاد قصير طويل ومضاد ذاعة إنحصرة يعني إنحصرة إحنا قلنا الذاعة صيتها يعني اشتهرت يعني جميع الأحياء اللي جنبهم سمعوا وعرفوا عن المدرسة دي عكسها إنحصرة في المكان اللي هم فيه بس يعني أهل الحي بس اللي عرفوا بالموضوع ده ومحدش تاني إيه ومحدش تاني عرف عنه ده معنى إنحصرة يبقى مضاد زاعة إنحصرة عندنا بعد كده الكلمة ومفردها يعني المفرد الكلمة بتكون جمع وأنا بجيب المفرد مفرد القائمين القائم مفرد الأعمال العمل مفرد الأدوات الأداة مفرد جهود جهد ومفرد الأحياء الحي آخر حاجة معانا مع بعض الكلمة وجمعها يعني الكلمة بتجيلي مفرد وأنا بجيب الجمع جمع المشروع المشروعات جمع المسئولية المسئوليات جمع وطن زي ما قلنا أوطان وجمع مشاركة مشاركات جمع مشاركة مشاركات دلوقتي هنشوف مع بعض حبيبي الأسئلة بتاعت الجزء الثاني من درسينات عاون الحي السؤال الأول اللي ممكن يجيلي هيقول لي لماذا شعر أهل الحي بالإمتنان للدولة؟ زي ما قلنا ليه أهل الحي شعروا بالإمتنان وكانوا عايزين يشكروا المسئولين في الدولة؟ قلنا ليه؟ تمام لأن الدولة قررت بناء مدرسة لتلاميذ الحي يبقى عشان الدولة قررت أن هي تمنلهم المدرسة دي فهم حبوا أن هم يشكروا المسئولين في الدولة يبقى لما يقول لي لماذا شعر أهل الحي بالإمتنان للدولة؟ هقول لأن الدولة قررت بناء مدرسة لتلاميذ الحي السؤال الثاني حبيبي اللي ممكن يجي لنا ركز معايا عشان ممكن يجي لي بطريقتين زي ما احنا شايفين يا إما هيقول لي ماذا فعل أهل الحي عندما شعروا بالإمتنان للدولة؟ عملوا إيه بقى؟ أو يقول لي ماذا عرض أهل الحي على القائمين على المشروع؟ يا إما أهل الحي عملوا إيه لما شعروا بالإمتنان للدولة؟ يا إما عرضوا إيه على القائمين على المشروع؟ اللي اتنين نفس الإجابة عرضوا عليهم تمام عرضوا على القائمين على المشروع المشاركة في بعض الأعمال وتوفير بعض الأدوات يبقى عرضوا على القائمين أنهم يشاركوهم في بعض الأعمال يساعدوهم في بناء المدرسة أو وكمان يوفروا لهم الأدوات اللي هم محتاجينها في البناء يبقى هو ده لما يقول لي ماذا عرض أهل الحي على القائمين على المشروع المشاركة في بعض الأعمال وتوفير بعض الأدوات السؤال التالت بيقول لي حبيبي لماذا أنشأت المدرسة في وقت قصير ليه المدرسة ما خدتش وقت طويل وأنشأت في وقت قصير ها قلنا ده بسبب ايه ايه اللي خلوهم يخلصوها بسرعة قلنا ده كان بفضل جهود الدولة ومشاركة أبناء الحي بفضل الجهود اللي عملتها الدولة عشان تبني المدرسة وكمان إن أبناء الحي شاركوا القائمين على المشروع في بناء المدرسة يبقى لما يقول لي لماذا أنشأت المدرسة في وقت قصير هقول بفضل جهود الدولة ومشاركة أبناء الحي دي كده الأسئلة اللي ممكن تجيلي على الجزء الثاني يلا نشوف مع بعض حبيبي الكرائية اللي ممكن تجيلينا على الجزء بتاعنا ممكن يقول لي أكمل شبكة المفردات إحنا عارفين شبكة المفردات بيجيب لي كلمة تمام كده بعمل إيه في الكلمة دي بجيب حاجات متعلقة بالكلمة دي زي ما إحنا شايفين بيجيب لي أربع حاجات وزي ما قلنا حابين إحنا نزود تاني نزود براحتنا عندي في الشبكة اللي جابها لي كلمة الحي يعني عاوزني أعمل شبكة لكلمة الحي يعني بشوف إيه الكلمات أو إيه الحاجات المتعلقة بالحي إيه الحاجات اللي موجودة في الحي الحي إحنا قلنا هو إيه المنطقة اللي إحنا بنعيش فيها صح كده طب المنطقة بتاعتنا أو الحي بتاعنا بيكون في إيه حبيبي تمام بيكون فيه سيارات في الشارع صح كده وبيكون فيه كمان محلات تمام وبيكون فيه أطفال اللي أطفال الحي وبيكون فيه كمان بيوت اللي إحنا بنسكن فيها يبقى لما يجيب لي شبكة مفردات الحي هقول إن الحي فيه سيارات محلات أطفال وبيوت تاني حاجة عندنا في القرائية بتاعتنا اللي ممكن تجيلنا يقول لي هات كلمات على نفس الوزن بيجيب لي كلمات أول كلمة عندي زي شعرة تاني كلمة حبيبي زي وسيلة الكلمة دي أنا هعمل فيها إيه يعني إيه أجيب كلمات على نفس وزن الكلمة اللي هو جايبها لي أنا دلوقتي في الكلمة اللي بيجيبها لي لازم أخب بالي من أربع حاجات ركزوا معي كويس عشان أجيب كلمات على نفس الوزن إيه الأربع حاجات اللي لازم أخب بالي منهم في كلمات على نفس الوزن أول حاجة عدد الحروف يعني إيه عدد الحروف يعني بشوف الكلمة اللي عندي كم حرف وبجيب الكلمات نفس العدد يعني دلوقتي عندي كلمة شعرة كم حرف ثلاث حروف صح كده يبقى أنا كل كلمة حاجبها لازم تكون ثلاث حروف يبقى دي أول حاجة عدد الحروف تاني حاجة يا حبيبي النهاية اللي هي نهاية الكلمة آخر حرف في الكلمة لازم أجيبه هو هو عندي آخر حرف في الكلمة رأ يبقى أنا الكلمات اللي حاجبها لازم أجيب آخرها برضو حرف الرأ تالت حاجة لو عندي مد في الكلمة سواء مد بالالف او باليا او بالواو بشوف مكانه فين يعني في الحرف التاني ولا الحرف التالت ولا في الاخر بشوف مكانه فين بالزبط في الكلمة ولازم الكلمة اللي انا هجيبها يكون فيها برضو مد في نفس المكان يبقى كده قلنا عدد الحروف وقلنا نفس اخر حرف وقلنا اشوف المد واجيب برضو كلمات فيها المد في نفس المكان اخر حاجة عندي ورابع حاجة هي الالتزام بالحركات يعني ايه? يعني الحرف اللي عليه فتحة يبقى لازم اجيبهه مفتوح الحرف اللي عليه سكون يبقى لازم الكلمة اللي حاجبها يكون في نفس المكان اللي فيه السكون اجيب برضو السكون هو ده الالتزام بالحركات يعني انا عندي شاعرة التلات حروف عليهم فتحة ماينفعش اجيب الكلمة اولها ضمة ولا اولها كسرة يبقى لازم اجيبها زيها عليها ايه? فتحة طب يلا نفكر مع بعض كده لو جبنا كلمة تلات حروف واخرها راء وثلاث حروف عليهم فتحة هقول ايه على وزن شعراء هقول ها تمام ماكرا ماكرا ايه كمان على وزن شعراء هقول حضراء حضراء كمان على وزن شعراء كلمات غفراء تمام كده يبقى انا كل كلمة من اللي جبتها ثلاث حروف اخرها راء وكلهم عليهم فتحة يلا نشوف مع بعض الكلمة التانية وهي وسيلة كلمة وسيلة عندي خمس حروف يبقى انا حاجيب كلمة خمس حروف حاجيب اخرها تاء مربوطة طب يطرى عندي مد في الكلمة اه عندي مد بالياء اهو ما كانوا فين في الحرف التالت يبقى انا لازم الحرف التالت يكون مد بالياء تمام عندي الحرف الاول مفتوح واللي بعده مكسور و يبقى لازم التزم ان اول حرف في الكلمة اللي حاجبها يكون مفتوح واللي بعديه مكسور لما هفكر كده واشوف كلمة على وزن وسيلة حلاقي على وزنها طريقة وحلاقي على وزنها صديقة وكمان على وزنها حديقة عملنا ايه دلوقتي جبنا كلمة خمس حروف اخرها تاء مربوطة فيها مد بلياء في الحرف التالت زي ما احنا شايفين في كل كلمة وكمان الحرف الاول مفتوح واللي بعده مكسور يبقى هو دل اللي احنا بنعمله علشان اجيب تلمات على نفس الوزن بكده حبيبي نكون خلصنا الجزء الثاني من درس تعاون الحي يارب نكون استفادنا حبيبي اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته